بسم الله الرحمن الرحيم الزميلات والزملاء المحامين السلام عليكم ورحمة الله نرحب بكم من خلال منصات المركز الإعلامي لنقابة المحامين جريمة من الجرائم المتدولة جدا ومنتشرة جدا وهتعرض عليكم كثيرا هي جريمة النص هذه الجريمة بتحكمها المادة 336 من قانون العقوبات والتي نصها يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخلصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل صروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهمهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخلصة مزور وأما بالتصرف في مال سابت منقول أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة كاذبة غير صحيحة أما من شرع في النصب ولم يتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر من صور النص كما ذكرنا كل ما ورد في نص المادة يهام الشخص بوجود سند مزور أو سند دين مزور أو الاستيلاء على أي مال أو عروض أو أي ممتلكات لشخص آخر وكان ذلك بالاحتيال يدخل ضمن صور جرائم النص بيع ملك الغير وهو يعد صورة من صور النص بشرط أن يكون العقار غير مملوك للمتصرف وأن لا يكون له حق التصرف فيه يعني لو شخص باع عقار لا يملكه يقع تحت المادة 336 من قانون العقوبات ويكون ارتكب جريمة نص أيضا إذا باع لأكثر من واحد هذه جريمة نص التصرف في العقار المرهون لا يعد نصبا لأن الرهن لا يجرد المالك من ملكه دي مسألة عكس اللي احنا قلناها إذا كان عقار مرهون وتصرفت فيه بالبيع أنت كده بتبيع ما تملك لأنه مرهون ولكنه لازال على ملكيتك وهذا ما قضى به الطعن 46 لسنة 64 قضائية في 5.5.2003 انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال في جريمة النص دون حاجة لاستعمال أساليب غش أو خداع أخرى مجرد انتحال صفة كاذبة والتوصل بيها على عروض أو سندات أو أموال من شخص المجن عليه هنا تنطبق على المتهم أركان جريمة النصب الوردة بالمادة 336 من قانون العقوبات وده أكدوا الطعن 17.548 السنة 64 قضائية جلسة 5.1.2003 ولا يكفي لتأسيم مسلك الوسيط أن يكون قد أي يد الفاعل فيما زعمه إن كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل يعني مفاد هذا الطعن اللي هو رقم 14.354 السنة 59 قضائية جلسة 6.12 سنة 90 تعرضت لما إذا كان هناك شخص يساعد النصاب ولكنه كان يعلم أن ما يزعمه كذبا هو صدق وحقيقة هنا لا يشترك معه في الجريم يشترك معه في حالة واحدة إذا كان يعلم أن ما يزعمه هو كذب محت ويدعيه على هذا المتهم ففي هذه الحالة يكون شريكا له في جريمة النصب أما إذا كان لا يعلم وما يذكره يظنه صدقا وحقيقة فإنه لا يكون شريكا في هذه الجريمة وعليه يقع بإثبات ذلك من أسباب البراءة في جرائم النصب الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة لعدم استعمال طرق احتيالية متى كان المتهم لم يتجاوز من فعله اتخاذ اسم كازم دون أن يعمل على تثبيت اعتقاد المجني عليه بما زعمه وأن المجني عليه اقتنع بذلك لأول وهلة فإن ذلك لا يكون من المتهم الطعم 2243 السنة 17 القضائية جلسة 9-2 سنة 1948 الأخوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في تأكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب أن يكون الكاذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية الطعن 14039 السنة 63 قضائية جلسة 11-5-97 مادمة محكمة الموضوع قد استخلصت أن المشروع الذي عرضه المتهم على المجني عليه هو مشروع حقيقي جدي فإن أركان جريمة النصب لا تكون متوفرة دي مسألة بتتعرض لما إذا كان هناك مشروع حقيقي وأصابه خلل أو حدثت مستجدات أفسدته في هذه الحالة لا تنطبق وقعة النصب على الواقع الدفع بأن الغش لا ينخدع به المجني عليه كأن يغشه بوقائع تستحيل على أن يصدقها أحد وهو دفع موضوعي جوهري يتعين على المحكمة الرد عليه فمتى كان المجني عليه عالما بحقيقة ما وقع عليه من أساليب فإن هذا العلم ينفي وقوع الجريمة عليه الطعن 2324 السنة 8 قضائية جلسة 14-11 سنة 38 الدفع بانتفاء القصد الجنائي ومدنية النزاع وهو دفع جوهري يشمل أغلب وقائع النصب التي تتعرض لها إن الناس بتيجي في نزاع مدني على أرض أو على عقار أو على شيء ويخشوا فيه بوقعة نصب ويحاولوا أن هم يصبغوا وقعة النصب ويطبقوا شروطها على وقعة مدنية وليست جريمة جنائية في الحالة دي بتدفع هذا الدفع الدفع بانتفاء القصد الجنائي وبمدنية النزاع ومحكمة النقد قالت في هذا أن التجريم لا ينطبق على من ينتحل صفة ليست له بقصد حمل بائع على قبول تقصيد سمن شيء مبيع دفع بعضه معجلا ثم قام بسداد بعض الأقصاد ثم تعصر فالجاني لم يقصد بهذه الحالة سلب مال المجني عليه وإنما قصد أخذ رضاء البائع بالمبيع بسمن بعضه مقصط وبعضه حال وتكون العلاقة بينهما مدنية بحتة وليس فيها عمل جنائي الطاع 719 السنة أربعة قضائية جلسة 22 سنة 34 عدم تسلم المال من المجني عليه وإن كان يمكن للطرق الإحتيالية حينها أن تشكل شروعا في النصب معاقبا عليه بالحبس مدة عام بالفقرة الثانية من المادة 336 وهذا كل ما يمكن أن يقال أو بعض ما نتعرض له فيما يتعلق بجريمة النصب الواردة بالمادة 336 من قانون العقوبات شكرا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة